وضمن إجراءات تستهدف إنفاذ القانون وحماية سلامة المجتمع تنتشر الدوريات الأمنية بالشوارع والأماكن العامة لتطبيق قرار ملع التجمع لأكثر من خمسة أشخاص وهو ما يتم في إطار منظومة وطنية تعمل بشكل تكاملي للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار إجراءات وزارة الداخلية لتعزيز التدابير الوقائية المعمول بها ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا بدأ رجال شرطة البحرين وعبر الدوريات الأمنية التي انتشرت في الشوارع العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجمع يزيد عن خمسة أشخاص في الأماكن العامة ومنها على سبيل المثال للحصر الأسواق والمتنزهات والسواحل العامة فضلا عن ضرورة ترك مسافة بين كل شخص وآخر لا تقل عن متر واحد بما يضمن سلامة الجميع وتشير المادة 121 من قانون الصحة العامة إلى معاقبة أي شخص امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وكانت مديريات الشرطة بالمحافظات قد استبقت تطبيق القرار بحملات توعوية باستخدام عدة لغات بهدف توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات وتجنب التجمعات وأهاب رئيس الأمن العام بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات وكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة ترجمة نانسي قنقر